نعطيكم العافية احنا المحاضرة اللي فاتت اخذنا example على ال if statement ال conditional statement واخذنا على ال switch اليوم رح نبدأ بيكتر بسيط سؤال خفيف ممكن نحله على switch write وبعدين ممكن نروح على loop statements مثل أي لغة مرمجة javascript تدعم أو عبارات التكرار منها for, while, do while I think يعني loop كل هاي العبارات طبعا إلاها syntax ما يستسأل أنه java آخر موضوع عنا طبعا إحنا كنا رح نكمل بال javascript بس وين رح نصل بال javascript لحد الآن إحنا رح ندرس يعني خلنحكيي structure العام لكل لغة javascript ممكن ندرس function كلمان بيظل عنا بعض المواضيع يعني ممكن نشوف حسب وقتنا رح نقدر نغطيها أو لا بس الجزء الرئيسي بالمادة اللي هو HTML و CS و javascript لحد ما نغطي خلنحكي الأساسيات أو الأشياء الضرورية اللي لازم تعرفها لأنه المادة اللي بعديها اللي هي بس بي ممكن بايثون ما لحد لها لسا الأمور مش كتير وارحة من اسمها تمام؟ طيب يعني خلين نبدأ ب exercise بسيط أنا أخر مرة أتوقع كنا حلين هيك سؤال حلين سؤال اللي هو اللي علاقة بالgrading بس ما أنه أنا لسا بتيجيني إيميلات من مبارح كم يوم في موضوع assignment بعرفش مين منكم سلم أو مين لسا بعده بدي سلم أنا رح أترك assignment مفتوح بتقدروا تسلموا حتى لو صار عندك ظرف ما يقدر تتسلم اليوم أو بكرة معاك لغاية يومين ثلاث يعني الضروريات ممكن أنت تتسلم فيهم assignment تمام فابلغوا زملائكم الناس اللي مش حاضرة أنه assignment رح يظلوا مفتوح يقبل تسلم assignment بتعمل upload الشغل الثانية بخصوص assignment عشان ما أتذكرش في ناس بحكول الحجم الفولدر اللي حطينا في assignment كبير الحل لهذا الموضوع أنك تعملوا كله على جوجل درايف عندك على account تبعث لي link shared تحط ليه في word document يعطي له هون link بأي text document تعمل upload أنا بقدر أقول لك تبعث لي على email بس أفضل حفظاً إلك يعني حفظاً يعني مشان ما يضيع أي إشي أنا e-learning بقدر أحصي مين اللي يعمل submit ومين اللي يعمل submit ها بتقربك email تعرف بيجيني أنا باليوم يعني بحدود صدقة من ليش أبالغ يعني فوق المئة email بيجيني إشي من الطلاب وإشي من الجامع يعني مرات عن جد ما بلاحق أرى أقرأ الإيميلات فعشان أنت ما يضيع الإيميل وأنا يضيع بين الإيميلات إنه بعتلي والله link تبع الفولدر تبعك أو assignment على الإيميل لا اعملوا link shared folder طبعاً محمود إذا إجي معاك بملف مضبوط ورفعته وطلع حجمه أقل من خمس ميجا ما عندي مشكلة أنا بحكي للناس اللي صارت عنده حجم الملف لأنه حطوا صور كثير وتفاصيل كثير وحجم الملف اللي فيه البروجيكت صار أكبر من خمس ميجا مشكلة الإيميلات ما بسمح لك تعمل upload لفايل أكثر من خمس ميجا فشو الحل؟ تروح ترفعه كله على الجوجل درايف على أكام التبع الجوجل ومن الجوجل درايف تأخذ لي shared اللي هو إيش منسميه shared link كله إيش أعطيني الشارد link الشارد link هذا بتروح تأخذ وتعمله copy based by text document أو word document وبتروح لحط بالword document تعمله upload على صفحة e-learning هيك إنت عملت submit على system أنا لما أشوف word file بعرف إنه فيه link لشارد folder بقدر أكبس عليه وأروح أعمله download لل assignment تمام؟ إنتبهوا أنت بتعمل shared للجوجل درايف إنه تعطيني privilege أقدر أعمله download تمام؟ فيه إيشي options ليه view أو download أو edit and so on أوكي؟ وإذا في حدا عنده أي مشكلة بهذا الموضوع يعني يتواصل معي وإن شاء الله أنا راح ألأس الموضوع في حدا عنده أي شؤال بخصوص ال assignment؟ لأنه أنا يعني وجوز فيه ناس لسه ما كملت أو فيه ناس أورادي عملة submit الله أطيهم العافية جميعاً واللي بده extension يعني معه يومين ثلاثة إحنا شو اليوم؟ اليوم الأربعة خمية جمعة سبت خد نحكي اليوم الأحد يعني maximum كون عامل submit لل assignment كويس؟ أي سؤال بخصوص ال assignment عشان أنا بس لأني ذكرت لأنه حتى المحاضر الفاتدق ولكم ونسيت وأنا بحكي معكم إجاني email حتى مثلا email assignment فابدكر تمام نرجع لموضوعنا الآن منعمل إحنا برنامج بسيط نطلب من اليوزر احنا ما راح نحسب اليوم يعني نحكي له حسب لي الـ average العلامات والأمور يعني أنا بدي أدخلي إنت قديس علامتك أوكي وأنا بدي أعطيك الـ grade بمعنى أنا بدي أحكي له الـ user أحكيه بدي أخلي هاي بار أوكي دي أسميه اللي هو الـ average هدخلي معدلك هذا المعدل أنا راح أخذه منيه من اللي هي window prompt هو الـ روح على عندية اللي هي الفترات يعني إحنا هل abbiamo deconst重are فترة ده الأفريج اللي يوزر دخله معدلة وعلامته دخلها كانت بين الخمسين والسبعين أو خمسين وستين نحكي له أنت you are best كانت بين السبعين والثمانين نحكي له good بين الثمانين والتسعين very good بين التسعين والمئة excellent تمام اللي هي هاي الperiod أو الفترة اللي ممكن نستخدمها تمام هلا هذا الاشي ممكن نعمله بالif statement أو بالswitch statement تمام إذا تستخدم أي statement ذكياها نحلها على الف ولا على نحلها على الف نز murder هنا طبعا مش هنقدر نحن نعالج هاي الفترة إلا فيه مثلاً يحكي لك f أنا وستحطي لكم statement day f average لأن الفترة عندي أكبر من 60 أقل من 60 اكبر من خمسين انا شو بدي منه ده حكيله command dot dot write بس طبع للغريت تمام خلا هاي اللي انا استخدمته ممكن ما يعطيك عليه error بالجابة سيكريب بس ما بيضمن لك الدقة بالنتيجة يعني ما رح يضمن لك انه هذا الحكي صحيح اوكي ف هذا ما بنا نستخدمه هذا الحكي احنا نظريا منطقيا منفهم انه الـ average هو اقبأ اقل من ستين واكبر من خمسين معناته الفترة من خمسين لستين طبعا لازم نعمل مساواة على سبيل المثال اوكي بحيث انه واحدة من الحدود تكون داخلي اوكي هذا الاشي كيف لازم احنا نحوله بالجابة سكرف مين يقولي كيف ممكن الطريقة الافضل اني اعمله بالجابة سكرف دكتور بقدر احوله لـ and بالظبط كيف اعمل يعني بحكي if average اكبر من خمسين and average اقل من ستين اكبر من خمسين تمام and كيف نستخدم الـ and احنا في نسأل الـ and بالظبط اقل من ستين هاي الطريقة الصحية فانت هون بتحكي للـ الـ browser انه الـ average لازم يكون اكبر من خمسين ونفس الوقت اقل او يساوي ستين تمام استخدام الـ and بهاي الطريقة انت بقدر تعبر عن الفترة اللي بيحكيه احنا بنسميها اللي هي الـ 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 range خلينا نحكيه من الى تمام بعدين احنا بنقدر احنا مباشره نحكيه له بعدين راح نستخدم مباشره else if نروح على الفترة اللي بعديها تمام وناخد هاي statement كوبي بيست عشان اختصره حالي بس بغير الارقام الـ average وانا صار ستين وانا صار على سبيل المثال سبعين والنتيجة صارت عندي مش باس مثلا good وانا اختصرها شوية عشان مباشر نعيد بالسبعين الى التسعين هنحكيها مثلا very good 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 وانا اختصرها شوية عشان مباشر نعيد بالسوء خلينا تزال وانا اختصرها شوية عشان المنسوسة وانا اختصرها خاصة منقدر يعني نعالج موضوع اللي هي الفترات يكون عندي الكيس أكثر من الفترة سيبناه سيبناه تسعة سترين وقبال ما نشوف علاماتكم كلها تسا وتسين وها واحد في كوجه الميوس سمام هلا طبعا احنا لازم نعالج اللي هي أقل من خمسين وكل الحالات هاي بس أنا حبي توصلكم كيف احنا ممكن نعالج الموضوع الاستخدام ال F statement فيه لما يكون عندي فترة طيب لو نفس هاي العبارة انا بحولها ل switch switch case اخذنا السنتكس احنا تبع ل switch case مرة لفعتها صح اوه تقطع تمامي ميس كيف راح نحولها يلا لو ليس راح عامل switch صح بحكي switch average اوكي switch نتغير لوه average نعم بعدين بحط مثلا كيس الكيس الاولى كيس الاولى انه يكون اكبر من خمسين اللي هي اكبر من خمسين لا مشكلتكم مع ال switch case اوكي انه هو ما بيقبل يعني ما راح يستخدم ال and او الاكبر من بطريقة سهلسة لا نقدر نستخدم ال and والامور هاي بس مشكلتك انت هون مع المساوية لا خلينا ورجوك نشول جرسا اوكي لو خكينا الهونا document.right اونا نعمل له break صح اوكي لانه هو بالنسبة له فيه ايش missing لازم بحط له المتغير طيب وحطت له ال average راح اصير في عندي زي conflict احنا عسان نطلع من موضوع المشاكل هاي بنحكي له انه انت قارن لي الحالات اللي عندي هون اللي هي بين ال 50 و 60 60 و 70 و 80 و 90 and so on اوكي ما في حال تحقق واحدة من ال option اللي هي صارة true وانا بقارن زي كانو اللوجيكا الوبراتر بحكي له انه هذا اذا كان عمل matching هذا القيم اللي هون صارة true تمام نفذ لي هاي ال statement اذا هاي ما صارة true اللي هون بنعملها مش احنا already احنا هون مثلا احنا فعاليا شو بنفحص قاعدين احنا بنفحص انه هاي الجملة اتحققت صارة true او لا صارة true راح يروح على دكون تدريد اللي بتبعلي ال pass ما صارة true بديو راح على الاكت فاحنا هون اللي حكينا له select the average لكانت قيم ثابتة ما عندك مشكلة بتقول له case مثلا خمسين او مش فترة يعني اوكي دي كيس مثلا لو ان الارقام مثلا عندي حالات مش فترات اوكي لو كيس ستين عادي طبعا لمرتي بالكيس كنا زي ما حكيت انا مقدر نحطها كل مرة اكتر من كيس معطيها نفس النتيجة بس بالستاتمنتين بس في حال كانت فترة لا ما انها فترة ما انها تقول له بس راح اتقارنها بشو اللي هي الكوندشين او الكيوورد اللي هي true معايا يا جماعة دكتور يعني احنا الجمل راح نخليها تاعة الف لا هي راح اشيل انا بس حاطها مبدئيا انتي قصدك انه قصد ال عشان اعرف كيف صارت ترو ايوة انا بدي افحص لهي فترة اللي اشوفه مثلا بلغات برمجة ثانية بسهل عليك اعنا جربت مبارح اشوف انه هال بيقبل مثلا بالVP الفجوة الباس كما اتذكر كانت الفترة زيها كان قوله بس من خمسين وتعطيه داش او تستخدم الكيوورد اللي هي true لستين كانت خلص تعطيك اللي هي بدال ما انت تكتب الافرج اكبر من الخمسين واند اقل من ستين تكتب له هاي الستاتمنت خلص مباشرة هو يقبلها كان كيوورد عنده true بس اكتشفت انه هاي it's not allowed في الجاباسكريبت برضو كان في عنا حالة انه نعمل له case is وتقول له average اكبر من خمسين هاي كانت برضو مقبولة يعني ال is هنا تعود على ايش على الافرج تمام برضو اكتشفت ان هاي not allowed فالمخرج الوحيد اللي لقيته مشان نقدر نعمل الفترات او الperiod او range في switch case اللي هي هاي الطريقة انه تحط انت نفس condition با مع وجود ايش اللي هي مقارنة بالcondition او بالcase اللي هي true سواء كانت هاي الكيس true بنفذلي هاي وبنعمل بنكمل الباقية الكيس الثانية اللي هي فانا هون بشيل ال if statement كلها بحط بدالهم ايش نفس الفترات بس باستخدام اللي هي بالcase هام روح هيك روح كيلو وبعد كل كيس طبعا لازم حطه بالهيك وأنا average اكبر من 60 اقل من 70 من الحكيلو مثلا سلاك يعني دكتور true رح تقارن للـ average بناءً على الجملة اللي أنا حاطة بالضبط يعني رح أنا أروح هي true رح يصير يعمل هي وشو العملية الـ switch ويقول الـ switch بدي يعمل matching مقارنة بين اللي بين الأقواس سواء expression أو متغير أو whatsoever مع الكيس اللي موجود عندي أي كيس من هاي الكيس دو يفحصها once صارت true صار matching مع اللي true هاي رح ينفذها كان الكيس عندي هاي false رح يروح يدور على الكيس اللي بعدية طبعا نو بمشي بالترتيب زي ما كان يعني بمشي على أول واحدة في matching true هاي نتيجتها true بمشي بنفذها هاي نتيجتها false تروح اللي بعديها صارت true بنفذها and so on تمام يا جماعة غير ميسي يعني ميسي الله عتك العافية البقية أمورك تمام غيرها طيب هاي يعني بالحالة بهاي الحالة نجد انا مثلاً هون نشوف طبعاً ونجربنا نعمل اللي هي كمان نغيرها. نجرب بصلاً. دخلنا دخلنا خمسة طالي بس. تمام؟ انا دخلت بس اللي يوقي معي. خمسة خمسين. نجرب بس. اذا في طريقة حتى منكم بعرف مثلاً يعني في ناس عندها خبرة بالجاب سكريب طول. بعرف انه نقدر نعمل شورتنينج يعني نتقلل من الكود اللي راح نستخدمه بالكيس. يعني انا بصراحة مييزة الكيس او السويتش كيس ببلغات الثانية. انه هي دائما بتسهل عليك تختصر شوي الكود. ما بتكتب كثير. هنا انا شايفها مش كثير فرقات بصراحة. يعني موضوع الف والكيس مش كثير بفرقين عن بعض. لانه نفس الكود انا تقريباً كاتو بس مغير السنتكس تبعه والستركتور. بس مش كثير مغير الكيس. وصلت يا جماعة. في اي شي مش مفهوم. اي شي مش واضح. تمام؟ طيب الى انا عندي اللي هي راح ناخد اليوم. طيب. راح نبس اعمل هاي كويل هاي الاشياء لانه هنا من نضلنا عيدها. ندين. ايه؟ نحن نتعرف على لغات اللوبي statement. وانا يعني في العبادات لترو بالمثال السابق لازم تكون كلها small letter. هيك هي معرفة بالجابا سكريب. لو جربتها ب بكابة ثلاثة راح تلس انه لا الامور مش راح تشتغل معك. طيب هلا زي ما انتو عارفين لغات البرمجدة متدعم عبارات التكرار او عبارات في عنا ثلاثة خلينا نحكي مبدعيا. ميدان ثلاثة خلينا نحكي مبدعيا. فلو بدينا بالسنتقس سبع الفور. يعني أنا أعتقد معظمكم تعرفوا. الفور هو طبعا بيعطيك فرصة انك انت تعرف جزء من الكود بحيث انه يتكرر عدد من المرات انت اللي بتقرر كم هاي المرات راح تتكرر بنانا على condition معين. فالفور تتكون فعلياً من الكيورد اللي هي فور وأقواس وهذا بين الأقواس حيكون في عنده ثلاث أجزاء أو 3 statement مثلا تمام أول statement اللي هي دائماً الانيشال فاليو انيشال فاليو اللي هي أنت بدك إياها تتكرر هاي اللوب أو هذا الـ structure أكمرة طبعاً الفور لازم يكون هو طبعاً فيه إلا بلوك خاص فيه تمام فإحنا هون هاي البارت 1 هاي البارت 2 هاي البارت 3 هاي هي كل سنتكس العاملة عبارة الفور أي الـ statement اللي جوه عبارة الفور هاي الـ statement اللي موجودة هون كلياتها رح تتنفذ حسب عدد المرات اللي بحدد لك إياها عبارة الفور أي شي خارج الفور هدا ما علو عنه ما علاقة فيه احنا مدور على الاشي اللي داخل اللي هي الفور statement تمام طيب بالنسبة للبارت 1 الآن البارت الأول اللي هو الـ initial value initial value القيمة الابتدائية اللي أنا رح عبدأ فيها العداد أو العدد مرات التكرار تمام غالباً احنا بنعرف متغير بجرة العادة نستخدم i نعرف أيها متغيرة ودكية تعطيه الـ initial value لو فرضنا عنه بيبدأ هو من الصفر عداد عنده بيبدأ من الصفر أوكي الـ part الثاني اللي هو الـ condition اللي هي state اللي بنان عليها رح توقف عبارة التكرار في عبارة الفور بمعنى أنا الفور هي رح تتكرر عدد من المرات طالما انه هذا الـ condition اللي رح يكون موجود عندي الـ part 2 هو true once انه تغير لـ false رح توقف عبارة تكرار وهنا احنا دائماً لازم ننتبه انه عبارة تكرار لازم يتغير الـ state تبعها من true لـ false بحيث انه يتوقف عندك الـ loop لانه اذا ما تغير الـ status هو رح يصير infinite loop فبالتالي انت بتصير عندك عملية لا منتهية من اللي تكرار أوكي فلذلك هون بنحط الـ condition أوكي لو فرضنا احنا الـ condition عندي انه i يكون قيمتها أقل من 10 أوكي هون عنده إيش اللي هي الـ increment أو decrement حسب ما انت بتسميه أوكي اللي هي العداد أو المقدار الزيادة طبعاً في الـ java script عندنا احنا زي ما انتوا عارفين نستخدم اللي هي فعلياً شو تساوي A i الـ i plus plus شو تساوي اللي هي زيادة بمقدار واحد على قيمة الـ i اللي هي نفس الـ statement i تساوي i plus 1 صح؟ تمام؟ هاي الـ statement احنا نقدر نعوض عنها باستخدام إيش؟ الـ i plus plus طبعاً في عنا عنا إيش بكيه؟ post i مصرر يحول على كيبتالي مش عنا في عنا اللي هي post increment في عنا pre increment في عنا post decrement اللي هي يعني لما تكون الـ i بعدين إشارة لـ plus plus أنا معناته بزيد على القيمة الأصلية واحد بعد أما في عنا plus plus i هاي معناته بزيد عليها قبل ما أنا أنفذها أوكي؟ يعني قبل ما أنا أنفذها أوكي؟ احنا مقدر نستخدم بدالها اللي هي الـ i i plus plus طيب قررنا أنه الكود اللي هون بديين طبع طبع لي document.write طبع لي قيمة الـ i بكل بساطة هنا مشكلة ما أحرف الـ i أوكي؟ طيب أنا هون شو عملت؟ حكيت لوقت طيب شو عندي أنا؟ اتطلعوا على القواة بالله في إشي غلط ولا لا؟ حدا شايف أي غلط بالكود اللي أنا كتبته؟ في غلط ما في غلط كل من تنع عن التصويت دكتور يمكن يعني ما إحنا هون كل إشي عاملين صح مش عارفة يمكن بجملة document.write دكتور.write شمالها؟ أه لا قصدي لا هي أصلاً كلها راح تكون محولة لأنتجر لا هون ما فيه بروسس يعني هون ما فيه عملية حسابية عرفتي؟ يعني ما راح يتغلب الـ browser راح يطلب عليك يا سواء كان سمي محمد عبدات بقول من نعرف الـ i ونحط f مرام الـ slash اللي عند حلو أول شي بدأ بدأ مع مرام مرام الـ slash الـ backslash اللي عند اللي بعد الـ i هاي هاي معناها comment يعني هاي الـ web browser ما بيشوفها ما بتأثر على الـ code يعني أي إشي بعد الـ backslash أوكي شو ما بكتب هنا؟ أي text هذا ما له أي قيم ما بيشوف الـ web browser فهذا إشي إلك يعني أنا بس عطيت لكم إيها تمام؟ العبيدات حكي إيشه صح؟ إنه لازم نعرف الـ i إحنا مستخدمين متغير اسمه i تمام؟ طبعا إحنا لازم نعرفه مزبوط أوكي أتعرف أغذب جزء منه مش هذا الـ backslash أو العكسي لا أتوقع هذا هو طيب فأول إيش لازم عرف الـ i أنا طبعا لازم أحكيله فبار عندي أوكي اللي هو i تمام؟ طبعا بقدر أنا أعرفه هيك وبقدر أعرفه هون نفس الـ statement هاي ما في مشكلة يعني إنته لك option تعرفه جوه الـ for loop أو تعرفه بره الـ for loop وبتقدر تعرفه بره الـ for loop وتعطيه initial value أوكي عملت هاي الـ statement بره الـ for loop بتصير هاي الـ statement ما إلها معنى أولا لذلك هاي الـ statement هي optional يعني هذا إشي optional بس لازم تحط السمي كولون قبله يعني ممكن تعمل هيك الـ for loop أو ممكن تخليها كلياتها خليها كلياتها اللي هي جوه الـ for loop أو ممكن إحنا نعمل إيش نحرف الـ bar قبل أو لا أوكي أوكي بحنا لازم ما ننسى أنه إحنا لو نستخدم طبعا الـ i بالـ Python تشنده مباشرة عليه ممكن طبعاً بس يعني المفروض هو يطبع لي شو راح يطيني Output للأبليك هل شو توقع على Output؟ هيا يعطيني دكتور من صفر لتسعة من صفر لتسعة شكراً يا رميس إيه بالمي كونتول سير هيبنا تمام هو طبع للأرقام من صفر لتسعة طيب نعمل تعديل بسيط بس خليه يطبع عليهم أرقام مربعات شو راح نعمل نضيف له break اللي هو tag br نذكرينه بعد the i عشان يطبع للأرقام طريقة هاي هيك أنا بكون استخدام the for statement وصلة الفكرة أنا طبعة الأرقام وناشي طبعاً هاي الاستمت من الزيادة اللي هون زي ما حكينا نحن نقدر نعمل اللي هي i plus plus يعني مشان تختصر عليك كودات هاي أظن ما بتغير أي إشي نعمل refresh وغلوتي هالي تمام طيب لو بدنا نعمل أي إشي مع i على سبيل المثال بدي إياه أنا يطبع i ومقابلها مثلاً i تكعيب شو بدي أعمل أنا سور شو بتسور نعمل space plus نحن دائم الذكرين المثال power i وستلف وابعد هيك راح عامل له new line شو أنا عملت حكيت له استدع المثال library power function طبع لل i تكعيب أول شي طبع لل i وطبع لل i تكعيب save control run صار طبع لمقابل كل واحد اللي هو قيمته بالتكعيب اكي هي i os 3 اكي لو بنطبع الأعداد الزوجية اللي بين من الصفر للعشرة أو من الصفر للتسعة شو نعمل باخذ دكتور if statement if statement شو نكتب فيها باخذها أول شي قبل للا نا بعد الفار اوكي اه وبكتب انه if i انه كان انا باقي قسمتها على الاثنين بتساوي 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 صفر اوكي if i mid الاثنين بتساوي صفر اوكي 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 بعد هيك بعملي هاي الجملية اللي بديها اوكي اوكي احط دكتور اي بتساوي 2 ال双 اوه ده المعمل اي يزيد 1 لان انا ليش وصلب لك كلا للعب بالـ ال counter هاي طريقة هاي عطتنا جواب 100% لأنه أنا عارف الـ initial value، عارف الـ last value مثلاً ممكن أنت تطلب من الـ user دخل قيمة، أنت مش عارف الـ user كم قيمة القيمة راح يدخلها صح؟ يعني ممكن يدخل رقم فردي أو رقم زودي وذلك تزيده واحد، أنت ما بتعرف يعني إحنا عارفين الـ initial value، عارفين ما ترح يوقف العداد فالتالي لو بس نغير بالـ counter، أوكي، ما عنده مشكلة بس، إذا أنا مش عارف القيم الابتدائية، أو مش متوقع القيم الابتدائية كم أوكي، باستخدم الطريقة اللي حكيت عليها، أوكي، بس كيف راح نعمل هاي الاشي؟ باللعب العداد، زي ما حكيت ما بصرح نحن يعني هنا i plus 2 هيك إيه is not accepted، نازم نحكي له i to solve i plus 2 زي ما حكينا البس بص، أوطنا نفس النتيجة تمام حدا عنده اي سؤال على الفور ستيتمنت اي سنتكس موجود بالشارتر راح عامل الناس عاملكم ابلوه تسامحوني بس انه واحدة يتذكرني نعملكم ابلوه لتشابترز هاي اللي هي تشابتر تبعت الكتاب تطلعوا عليها فيها شرحة يعني بتفصيل كل القيام والأمور هاي يعني هم طبعا دي ما انتوا عارفين الكتاب طبعا صياقة الأمور بتكون شوية طويلة و شلع بس نعطيكم الستريت فورورد يعني بيكروح على الأشياء اللي بس مش غلط يكون الكتاب مرجع لكم تطلع على على السنتكس على الستركتر وانسوان هاد عنده اي سؤال هاد عنده اي سؤال جماعة الأمور تمام طيب نأخذ بس الستركتر يعني أنا مش هعطيكم مثال كمان مرة على ال i بس بدي أعرفكم على اللو بعدين نأخذ أمثلة باقي الأشبوع القادم أخذنا أمثلة على على السنتكس يعني بدي أغير لكم هاي الفورستاتمت أوكي لو نعمل نفس السنتكس بس نغير اللي هي باستخدام اللي هي ال while loop ال while طبعا كلها سمو اللاتر لازم تكون ال while كيف السنتكس تبعها while بدي أكون في عندي condition هنا condition بعدين ايش بعدين نعمل احنا ايش اللي هو ال block و جو ال while و جو ال while ما لازم يكون في عندي ايش يغير status ال condition من true ل false طيب أغلبكم بس اطلعوا من الميتنك ع السريع لأنه بديش يفصل يعني ما رأخكم جزئتان راح كون عشر دقائق بس نأخذ ال structure بعدين نأخذ اقزام بلزل المحاضرة القادمة إن شاء الله قادروا راح أعمل ال int لو سمحتوا ادخلوا مرة ثانية أوكي شكرا أوكي نستنى بس البقية يدخلوا كنا نشرح بال while statement حكينا ال while statement دائمًا تبدأ بال while كلها اسمو اللاتر بعدين بيجي condition بعدين بيجي ال block الخاص بال while statement اللي الجمل اللي راح تتكرر بعدد مرات ال condition اللي يكون فيها true تمام؟ جوه ال statement لازم يكون في عندي يعني counter يغير قيمة من true ل false حتى يوقف اللوب عندي حسنا حسنا فلو بنا نعمل نفس البرنامج اللي هو طبعة أرقام واحد لعشرة بس باستخدام ال while ال condition شو راح يكون عندي هون انه دكتور i تكون أنا عنديها أقل من عشرة و i تكون أكبر من صفر i أقل من عشرة اوكي بعمليها and مع أقل أكبر من صفر اه دكتور اه ليش لأنه انت عندك initial value وين الشغل هلا راح يصير عندي راح يصير جوه ال while انا بعمليها ال i plus plus فقيمة ال i شو رمالها أول مرة راح تدخل راح تكون صفر صح؟ الصفر أقل من عشرة مزبوط راح يعمل لي يدخل document that write and so on مثلا هاي اوكي ناخذها نفسها اوكي بعدين راح يزيد قيمة ال i واحد يرجع يعمل test ال i صارت واحد ال واحد أقل من عشرة true راح ينفذ هالي statement ويرجع يزيد قيمة ال i وهكذا اثنين أقل من عشرة راح يضر له ماشي لحد ما تصير قيمة ال i عشرة عشرة أقل من عشرة false ما راح ينفذ البرنامج تمام؟ فيه يعني فكرتك لو كان يعني فكرتك انه نعمل ال condition انه ما تكونش أكبر من 0 لما أنا مكون مش عارف برضو القيم الابداية بس أنا قردي حدد قيمة ال i هي تشاوي 0 هاي هاي starting point اوكي فانا بس مباشرة حطيت ال condition جوه ال statement هاذا ال condition ما انه true بحضر له ال statement لحد ما يتغير ال condition من true ل false تمام؟ طبع لي هاي المرتين لانه حط ال f statement هاي 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 طبع لي الارقام بالطريقة اللي احنا عارفينها اوكي فال while condition statements الهارسين ما تنفذ طالما condition is true اوكي 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 طبعا بال while هو بفحص condition قبل ما يفوت على document خلينا نحكي ال statement ال statement او block اللي جوه ال do while يعني اعتبر عكسها do بعمل انا block اوكي بروح بحكي له اوكي 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 نهاية do do while statement نفس الفكرة انا بعمل اوكي نفس ال statement بس انا هنا بكون عندي condition راح نفذ statement اللي موجودة عندي جوه انا راح حكي له هنا document dot write اوخذها وقبئه نفسها اوكي نفس الشيء ولا بختلف اشي عليكم condition هو هو وراح يضلو لوش النهاية بكومنت بس نلقيها بس نلقيها بس نلقيها بس نلقيها بس نلقيها بس نلقيها نغير بس هنا عشان ايش نشوفوا انت اختلاف شو الفكرة عندي ادو فكرتها انه يعني the statements will be implemented تمام then we will test the condition اذا الكندشن true رح يعمل لي out وتظهر لي اذا الكندشن false ما رح يظهر للoutput فهو ينفذ do بس نفس الشي مرتبط بالتوشو the output او انه نظهر النتيجة مرتبط بفكرة انه الكندشن يكون true شوفنا شو الفرق يعني احنا فعليا الwhile بيجي معها condition do نفس الفكرة الكندشن as long as true يعني هذا لازم يكون true عشان ينفذ statements هذا لازم يكون true عشان ينفذ statements ونفس الشي عبارة for condition لازم يكون true عشان ينفذ statements طبعا هاي يعني خذنا حكي اهم الشي لازم تعرفه عن عبارات التكرار اللي موجودة في javascript while do while for loop راح استخدامهم يزيد عنا لقدام شوي إذا استخدامنا الرays لانو انتو عارفين الرays هو دائما بيكون عبارة عن مجموعة من the element the same data type فاحنا elements عشان يقدر نتعال معها بدنا loop يقدر يؤشر على كل واحد من وممكن برضو في بعض يعني المثال إذا بتتذكروا اللي أخذناه طبعا إدخال العلامات للطلاب إحنا إذا ذكروا دخلنا خلينا خلينا الuser by the way يعني شو يعمل وينه كان marks خلينا الuser يدخل علامة علامتين ثلاث بعدين يطبع للنتيجة اللي هي الباس وال good and so on تمام إلا مشكلتي مع هذا الكود إنو شايفين أنا الstatement اللي أنا عملت فيها أدور ليكم الكود تبعا بس دون أنا شايفين هاي الstatement شايفينها هي فعليا one statement يعني أنا عرف ثلاث متغيرات أوكي في كل مرة حكيت لو يدخل عدة الstatement نفسها عشان إيش؟ عشان يدخل ثلاث علامات طب لو فرضا أنا بدي أحسب برنامج يحسب لي لعشر علامات بدي أعمل عشر جمل أو مئة علامة بدي أعمل مئة جملة أوكي بينما بعبارة الفور أو او 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 صح؟ نعمل كل مرة تردتظهر يسمح يطلب من اليوزر يدخل عشر علامات أوكي بأنه يظهر لي هاي عشر مرات ويدخلهم يخزن لياهم في سوموير أن يكمل برنامج فإحنا وجود العبارات التكرار أو ال while لازم نستغله لمصلحتنا أنه نعمل تقليل من حجم الكود اللي احنا نكتبه مشان ننفذ أي مهمة بين إدين slot هنا رح نعمل يعني إن شاء الله exercise على الثلاثة statement ونعيد ونعيد برضو يعني بنفس العبارات التكرار رح نستخدم فيهن اللي هي F statement وشكيش بحيث أنه يكون عنا استغلال يعني condition statement مع عبارات التكرار فيك ما نكون إحنا أخذنا أمثلة على النوعين at the same time حدا عنده أي سؤال لأنه يتنك هذا الإشي بالشابتر طبعا موجود عندكم اللوجيكال يعني في أشياء كثير موجود ما نتطرق لها إحنا بالشارح بس هي بتكون مرجع الكمبيوتر وترجعولها في أي وقت حدا عنده أي سؤال أي استفسار ما أنه ما في أسئلة يعطيكم العافية شكرا لحضوركم سمحتوا الهايديزي نعطيكم الفعال في جميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا